قيس طبعاً انتباعاتك الأولية بعد نتيجة التعادل الهدف من الجهتين الإطار الفني والساعة نقوله نقطة مهمة جداً كما انتفق مع جماعة الكلة اللي نحيين في المجموعة هذه الإطار الفني واللعبين اتقاسموا إطار الفني قراءة جيدة صحيحة للمنافس على إثره يحط أم بلانت جو الملاعبين يوفقوا في التطبيق اليوم بالرغم أن الاستحواذ كان عند المنافس لكن اليوم في كرة القدم تعرف الناس كل الاستحواذ ما عندش عنده حتى قيمة مهم أنك تاخذ الكرة وتجري المنافس لكن الاستحواذ ما غير واقعية وما غير ما أنك توجع المنافس في الأمتار الأخيرة معني حد شيء وهذا ليصار بالنسبة للمنافس في أربع خمسة مرات على طول تقريباً اللعبنا 100 دقيقة اللعبنا 98 دقيقة في الشهوة الأول وتقريباً أربع في الشهوة الأول لعبنا تقريباً 49 دقيقة أو 47 دقيقة وفي الشهوة الثاني مشينا تقريباً أكثر من 50 دقيقة معنا قريب 100 دقيقة المنافس مع هذا الهدف اللي يسجلوا كان فيان طنفور اللي كيبنا سنعلك كنا احنا مسيطرين عملنا وانطانباية خلينا نقولوا بهتا ومنحبوش نحملوا المسؤولية للأفراد قبلنا الهدف لكن المنتخب اليوم في مباراة صعبة أمام منتخب صراحة خلينا نقولوا اليوم تنجم تصنفه مع الكبار منتاع أفريقيا حسب ما شفت المباراة الأولى والمباراة الثانية بتاعه منتخب بدنياً قوي جداً فنياً تاكتيكياً عنده خاصة انسيركويت برفيرانسيال يدخل منه يثبت على الأطراف ثم يدخلك في الوسط باك الكرات البينية اللي تكسر الخطوط كي كاسلاليني ينجح فيهم نجح فيهم ليوم برشة مرات لكن المنتخب يحسب له أنه في فترة الضعف اللي تنفابل ونا بيان جري اللي تنفابل معنا في اللي تنفابل ما قبلناش مهم جداً أنك في التنفابل ما تقبلش معناها أنت حاضر عندك درجة عالية من التركيز كرة القدم أقوال كما يقولوا المصاروة يزمك تمركي أكثر من المنافس جاتنا كرة مهمة جداً هي كرة الطيف صراحة نرجع بعد صورة الهدف متاعنا كرة الطيف اللي ثبت للمنافس عمل المراوة لكن كنت نحكينا وحمادي كان نفتح ساقه أكثر ومشال البطول بعيد يكون كان يسجل الهدف اللي سجلناه صراحة أن يتقر علاش لأنه هدف كسر أولاً في الخروج متاع الكرة قوة المنافس اللي هي وسط الميدان كسرناه بكرة بينية كيا كاساليني ومن بعد كلها تلعبت ومن بعد كلها تلعبنا القدام واجعناهم الخروج متاع رفيعة اللي كان يلعب على الطرف اليمين ثم تحول حي مع الهجوم التونسي وفايق وإلا خذها مكان رأس الحربة اللي هو يوسي المزاكني هو رأس الحربة الوهمي صراحة العملية تتقرى متاع الهدف قياساً بالوضعية اللي كنا فيها والأربع يام اللي عدناهم وثلاثة يام بعد الماتش اللي قدمناه اليوم تسمى حاجة ممتازة جداً أنا كنت متأكد إذا كان كلام سهل توا كان معنا ميبيا مخسرناش عملنا فقط تعادل كنا نكونوا اليوم أفضل على المستوى الذهني لأنه المنعبية أوكي هبطوا عندهم العزيمة عندهم الروح عندهم الإصرار أنهم اليوم يغيروا نظرة التونسي على المنتخب لكن الإخسارة المقابلة الأولى كانت ثقيلة وخلت باقي دي سوكال حتى في الماتش هذية كل شيء ما زال ممكن جال القادر يعطي الصحة خاصة قالها سمير في التعامل مع النصف ساعة الأخرانية في التغييرات ما تأخرش أولاً في التغييرات وكيعمل بمكان بمكان ما تغيرش على مستوى الرسم التكتيكي أو التنشيط حاجة كبيرة لكن الملعبية اللي دخلوا أعطونا أكثر فريشور وقفنا المفاتيح يمتاحهم كذلك الزوزة طراف ما عادش يتقدم